مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع هذه الحلقة الثانية من أسئلتكم اللي هكينا عنها عملنا الحلقة الأولى أو كنا يعني أخذنا الوقت فيها الآن بالحلقة الثانية خلينا ندخل في الأسئلة ما المقصود بتقييم الشهادة تقييم الشهادة هو إجراء ضروري جدا 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 تقوم فيه عشان تقدر تقيم معدل أو ما هي شهادتك بالنسبة لكندا كيف اعترافهم فيها مثال انت معك بكالوريوس في بلدك هل سيعادل بكالوريوس أو سيعادل دبلوم عالي هل انت معك ماجستير هل سيعادل ماجستير أم سيعادل بكالوريوس زائد سنة كل هاي الأمور بتقدم عن طريق جهة حكومية أو جهة رسمية مش حكومية هي شركة خاصة اسمها واس وورد ادوكيشن سيرفوس وهم بعطوك الجواب باخده من شهر إلى ست أشهر في الموضوع وهذا طبعا بساعدك في المستقبل بالترخيص وأخذ المزاولة المهنة نفس الاشي ما المقصود بالمعادلة لبعض المهن بتحتاج الحصول على معادلة لشهاداتك اللي انت أخذتها في دولتك عشان تقدر تزاول المهنة وهذا إجراء ضروري للهجرة ولمزاولة المهنة ما هي مواصفات شهادة الخبرة المطلوبة في الهجرة شهادة الخبرة لازم تكون باللغة الإنجليزية لازم تكون اسمك اسم الشركة طبعا وكل معلومات عن الشركة طريق التواصل تلفون إيميل ويبسايت إذا موجود كم اشتغلت عندهم part time أو full time قديش كان السلري تبعك من أي تاريخ لأي تاريخ الفترة هاي وإذا بقدروا يعطوك كيف كان سلوكك وكيف كان يعني شغلك بكون كويس بصير موها recommendation بتصير إنه كنت كويس خلال هاي الفترة هذه هي بشكل عام شهادة الخبرة ما بدهم إشي تاني يعني الأمور هاي المهمة تكون معجوهة هل يجب اعتماد الشهادات الدراسية أو مستندات أخرى من الخارجية والغرفة التجارية أو من جهة أخرى بشكل عام بالنسبة إلك لا بالنسبة لأولادك برضو لا لكن إذا اعتمدتهم بالخارجية ومش مكلف كتير ما رح يأثروا لما تيجي هون المدارس كلها بتأخذ شهادات المدارس دايركت بدون اعتمادها من الخارجية وإذا طلبوا منك بتروع على سفارة دولتك بتصدقهم من سفارة دولتك بعد ذلك بتصدقهم من الخارجية الكندية مجانا وانتهى الموضوع من دولتك كل دولة بتختلف بس من الخارجية الكندية مجانا هل يجب تقديم شهادات من التأمينات الاجتماعية لا يلزم تقديم أي شهادات من التأمينات الاجتماعية هجرة كيبيك فقط هي اللي بتطلب هاي الشهادات عشان تبين قديش انت اشتغلت هل يلزم ترجمة المستندات الصادرة باللغة العربية وهل جوجة جهات معتمدة من الحكومة الكندية تقوم بترجمة ذلك نعم كل اي ورقة بدك تقدمها لازم تكون يا بالانجليزي يا بالفرنسي ما بقبلوا أي ورقة بأي لغة غير هذه اللغتين في جهات معتمدة لا مدام المركز اللي انت بترجم عنده مركز معتمد وعنده صد موثيقة معتمدة وختم انه معتمد ما عنده مشكلة وثائق الزواج وشهادات الميلاد ممكن ترجمتها في او اصدارها باللغة انجليزية عن طريق الوزارة الداخلية او المحكمة او وزارة العدل كل دولة بتختلف الاحوال المدنية بتختلف من دولة لدولة بس تقدر تصدروه من معلم الدول في الاسبريس انتري هل يلزم تقييم شهادة الزوجة او الزوجة في حال ان الزوجة هي المتقدم الاساسي وكذلك العمر بالنسبة لامتحان اللغة طبعا مش اجباري لكن اذا زوجتك عندها لغة امتحان لغة وعندها لغة مستوى جيد تعطيك علامات زيادة واذا انت مقيم شهادتها برضو بتساعدها بتعطيك علامات زيادة وبتساعدها لما تيجي هون لمزاولة المهنة امتحنت آيلس وعملت تقييم شهادة وفتحت اول شي هو امتحن آيلس عملت تقييم للشهادة وفتح بروفايل على الاسبريس انتري ولسا السكور طبعي ضعيف او النقاط وبعدين عن اقل السكور اتاخد في اي سحب اعمل اي او ماذا اعمل طبعا لابد من ايجاد وسيلة لرفع النقاط النقاط هي اهم اشي في السكور يعني في ناس باخدوا مثلا 300 بعد كل هذا العناق 300 غير كافي عم واخدوا الان 440 filt منموم فلازم تبحث عن طريقة أخرى انها تزيد علاماتك اه سواء تحصل علي شهادة الشهة اعلى اه ترفع من مستوى اللغة اه اه وهو صعب جدا طبعا للجوب أوفر لكن يمكن آخر شيء الترشيح للمقاطعة لأنه بعطيك أعتقد أربعمائة نقطة أو خمسمائة نقطة المهم ترشيح المقاطعة بعطيك نقاط كتير فإذا عندك برضو ممكن تدور على ترشيح النقاط المقاطعة ليه عرض العمل شبه مستحيل لمن هو خارج كندا عرض العمل يعني هم بحاولوا يعني أي دولة في العالم بحاولوا أن يوظفوا وهذا السؤال كتير ناس يقول لك عطيك جبل عقد عمل يااخي ما مش لأحد يجب لي عقد عمل لا كندا دولة زي باقي الدول بحاولوا يوظفوا الناس الموجدين احنا الناس الموجدين في كندا مش لئين عمل يا جماعة هناك ناس كتير مش قادرين يحصلوا على عمل في كندا فما بالك روح جيبوا واحد من بره لأنه مهندس طبعا فيه مهندسين هون مش قادرين له عمل فيه طباء مش لئين عمل في كتير شغلات مشواجدين عمل فيه ناس بيجيبوهم من براء مثلا النيرسز بس بيبعتوهم على القطب المتجمد الشمالي عشان يشتغلوا غال الكول سنترز بحاولوا بدولهم يعملوا معهم كونتركت مش هون يجيبوهم المزارعين في فترة الصيف بيجيبوهم من المكسيك بس فترة سيزنال هذول اللي بيجيبوهم بس غير هيك عشان تحصل على عقد عمل لازم يكون عندك شركة الشركة هاي طلباك تعمل ادفرتايزنج في الجرايد وفي الاماكن البابلك انه بدهم هذا الشخص ما يتقدم لهذه الوظيفة اي احد مناسب غير انت بعدين لازم يدخلوك على شغلة اسمها اللامية اللي هي بتعمل هذا عن طريق الوزارة هذا بندفع عليه طبعا الشركة لازم تقدم مستنداتها الضريبية ولازم تقدم كتير شغلات بعدين المبلغ بيكلف كتير الشركة انه حوالي اربع خمس تلاف عشان تكمل هاي الاجراءات ولازم يكون هذا الاعلان ملقوش ولا حدا عشانه يقدر يثبتوا ذلك وبعدين بيقدروا يعملوا لك عرض عمل بقدموا لوزارة الوزارة خاصة وزارة العمل اذا بتوافق عليه وزارة العمل بيطلع عليك العرض ممكن ترفضه بعد كل هذا الامر والدفع ممكن ترفضه وزارة العمل عشان هيك شوية شوية صعب تخصصات نادرة اللي مش موجودة في كندا ومش بالضرورة انه تكون لواحد عالم ذرة او او شخص ممكن ممكن تكون امام مسجد او كاهن او حلواني شرقي مثلا ممكن يعني الشغلات هاي ممكن تكون نادرة الآن موجودة يعني بس بشكل عام ما المقصود بترشيح المقاطعات جاوبنا يمكن اكثر من مرة ترشيح المقاطعات انه مقاطعة بتحكي انه هذا الشخص مناسب لنا واحنا وينومينيتهم واحنا موافقين عليه وهو موافق انه يجي عنا فبعطوك وراء هاي الورقة بتساعدك كتير بتعطيك نقاط كتير وبتقدمها على الامر وعادة عادة عادة اذا عندك ترشيح المقاطعات يعني كيف يمكن التقديم في برامج هجرة المقاطعات طبعا هناك شروط لكل مقاطعة بتختلف عن الشروط الثانية لازم تدرسوا المقاطعة قبل ما تفكر فيها في مقاطعات باردة في مقاطعات براري في مقاطعات جميلة جدا في مقاطعات مكتظة بالسكام مقاطعات لا كل مقاطعة إلها حسنات وسيئات إلها مواعيد مخصصة تفتح وأعداد معينة فلازم تقرأ على كل مقاطعة وتشوف تدخل على الموقع الرسمي تبع المقاطعة على الهجرة وبتشوف في قبال شديد طبعا عليها لأنها بتعطيك علامات جيدة هل يمكن التقديم في أكثر من مقاطع؟ نعم ممكن تقدم لأكثر من مقاطع ما في شرط أن تقدم على مقاطعة واحدة لكن آخر شيء لما يطلع لك أول واحد أنت بتأخذه والباقي خلاص بتقول لهم أو بتوقفهم وانتهى الموضوع بس بشكل صريح ما بتقدر تقدم غير على مقاطعة واحدة اللي هو النهاية إذا حصلت على ترشيح مقاطعة هل يمكن انتقال إلى مقاطعة أخرى؟ الموضوع كبير كبير كثير إذا دخلت كندا عادة عادة يعني يعني أنت تستطيع أن تذهب إلى مقاطعة ما أحد يمسكك أنت محر تروح مما بدك هم إثيكلي أو أخلاقيا هم نادوك عشان تجلس في هاي المقاطعة وطلبوا منك تعيش في هاي المقاطعة هم بدهم إياك تعيش في هاي المقاطعة ورح يساعدوك وقدمو لك خدمات لكن إذا انتقلت ما رح يجو يمسكوك وقلو لك لا سحبنا منك الإقامة هل يمكن الدخول لكندا بتأشيرة سياحية ثم توفيق الأوضاع؟ يعني لا ما في شي زي هيك في كندا معظم اللي بدخلوا يعني بدخل تأشيرة سياحية لازم تحولها إلى فيزة عمل أو فيزة دراسة إذا بدك إذا بتلاقيها دراسة أو عمل إلى بروسيجرز بتسوي في ناس كتير شو بتسوي بتأخذ فيزة سياحة وبتيجي بتعمل لجوء لأسباب بتكون عندها هذا بختلف شوي إذا كان في دولتك ما في أمان أو عندك مشاكل تعرض لها شخصيا اضطهاد ديني، سياسي، عرقي، خطر حقيقي هاي كل الأمور طبعا بدك تتعرف إنه إذا أنت طلبت لجوء لن تستطيع العودة إلى دولتك طول ما أنت معك إقامة دائمة بعد ذلك بس تخرج جنسية بصير موضوع يختلف شكرا لنا هنسوي حلقة ثالثة هاي كمان على 11 دقيقة خليكم معنا تابعوا الحلقة الثالثة وإن شاء الله بنقدر نجاوب على أسئلة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر